مساء الفل على كل متابعين قناة حليف أفلام فيلم النهار ده اسمه ميموري الفيلم بيبدأ بشخص متنكر في لبس ممرض ومتاجه للمستشفى وهناك بيجي فرض من أفراد عصابة عشان يزور والدته المريضة وفجأة بيهجي معالي الممرض وبيقتله وبيخرج يبلغ رئيسه انه قام بالمهمة فبنعرف ان الشخص ده قاتل مأجور اسمه أليكس بنروح بعد كده للمكسيك وهناك بيتكلم شخص مع راجل كبير بيأجر بنته الصغيرة لغرض مش كويس وبيتكلم الراجل بنته عشان تكون لطيفة مع الزبون الجديد وبتسمع كلامه بيسيبهم لوحدهم وبيدخلوا غرفة النوم وهناك بتكتشف البنت ان الشخص ده زابط ومعه ميكروفون تصنط فبتصرخ وبتنده على والدها في الوقت ده بيدخلوا البوليس وبيمسك الراجل بنته وبيهددهم بقتلها بس بيقدر الزابط ينقذ الطفلة وبيقع والدها من الشباك وبيموت بيقابل أليكس صديقه ورئيسه في الشغل موري وبيقعده سوا وبيديله ظرفه عشان المهمة الجديدة لكن أليكس بيرفض وبيقول انه بيفكر يعتزل الشغلان دي بس صديقه بيقنعه بالعكس وفعلا بياخد منه الظرف وبيسافر أليكس عشان يبدأ مهمته بيروح فندق وبيكتب شوية تفاصيل على دراعه وهنا بنعرف انه بيعاني من الزهايمر وبعد شوية بيقابل الشخص المسؤول عن المهمة وبيبدأ يديله معلومات اللي هيحتاجها فبياخدها وبيمشي وبيعرف أليكس ان العملية بتطلب قتل شخصين من شخص واحد وبيبدأ يستعدلها بيروح أليكس البيت الشخص اللي هيقتله وبيبدأ يهدده بالسلاح لحد ما بيفتح الخزنة وبيديله كيس فيه فلاشة ولما بيحاول يضربه بيتغلب أليكس عليه بسبب خبرته وبيقدر يقتله وبيبعت رسالة للشخص المسؤول عن المهمة والعميل سييرة والعميلة أمستد هم المسؤولين عن التحقيق وبيبدأوا يعرفوا منها اللي حصل وعلى الجانب التاني بيزور أليكس أخوه المصاب بالزهايمر وبيحاول يتكلم معاه بس بيفشل فبيمشي بنرجع تاني لقضية استغلال الأطفال وبنشوف ان رئيس الزباط بيقولهم ان العملية اللي شغالين عليها بتتوقف وكمان بيقول للزبيت ماركيز انهم استغنوا عن خدماته وده بسبب ان بقالهم مدة كبيرة بيحققوا وما وصلوش لأي حاجة بيقول له سييرة ان الطفلة اللي أنقذوها من والدها من فترة هتشهد في القضية لكنه بيرفضوا بيقول انها مجرد طفلة وشهدتها مش هتغير حاجة بيرقب أليكس الزباط سييرة وهو مع البنت اللي أنقذها واللي اسمها بياتريز وهنا بنعرف ان الشخص التاني اللي المفروض يقتله أليكس هي البنت دي بيوديها سييرة للمكان آمن لحد ما القضية تخلص ويرجعها بيتها بييجي الليل وبيدخل أليكس البيت عشان يقتلها لكنها بتترجي سيبها فبتسعب عليه وما بيقدرش يكمل المهمة بيروح للشخص المسؤول وبيقوله انه مش هيقوم بالمهمة دي لأنها طفلة وبيهددوا بالفلاشة اللي أخدها من الضحية الأولى وكمان بيعرفوا انه عارف اسمه بياناتو بيتصل الشخص المسؤول بالمديرة وبيقول لها انه أليكس رفض المهمة وكمان بيهددوا بالفلاشة وبيقول لها كمان انه عارف اسمه وعنوانه فبتقوله ما يتصلش بها تاني وهي هتتصرف بيروح أليكس بار وهناك بيلاقي شخص بيزعج واحدة جميلة فبيدفع عنها وبيضربه فبتروح تشكره بعدها وبيقضوا ليلة جميلة في الفندق تاني يوم بيرجع الزابط سيارة البيت اللي ساب في مارتينيس وبيعرف انها تقتلت وبيكون حزين جدا عليها بيشوف أليكس الخبر في التلفزيون فبيسأل البنت اللي اتعرف عليها هو كان فين مبارح لأنه عنده زهايمر فبتقوله انه قضى اليوم كله معاها وساعتها بيتأكد انه مش هو اللي قتل البنت بيعرف ان في حد عمل المهم بداله وقرر يترده بيروح الجاراج عشان يركب عربيته ويمشي وبيكتشف ان فيها أمبلة بعدها بيتدرب علي نار وفي الوقت ده بتيجي البنت عشان تديله الدواء بتاعه الأنونيسيو فبتيجي فيها رصاصة وبيتموت بيعرف ان الشخص اللي بيترده يبقى هو صديقه موري فبيضربه وبيتغلب عليه وبيربطه في عربيته اللي فيها الأمبلة وبتنفجر العربية بيه بيبدأ البوليسي حقق في القضية وبيكون سيارة موجود وبيقوله الظابط ان في علاقة بين العملية دي وعملية قتل مارتينيس وكمان بيشوف صور الدواء أليكس وبيقوله الظابط ان المعمل بيحلل الدواء عشان يعرف ده بتاع ايه بيرجع الظابط مركز للسيارة وبيقوله انه ناوي يكمل في القضية بشكل غير رسمي بعد ما مديره استغنى عنه وبيقدر يكنع سيارة بدأ بيروح أليكس للجيم اللي بيتمرن فيه الشخص المسؤول عن قتل الطفلة وبيقتله عشان ينتئم وبيرجع بيته اللي بيكون مهجور ومليان حمام بيوصل الفلاشة باللبتوب عشان يعرف محتويها وبيعرف ان فيها تسجيلات لشخص مهم جدا وهو في علاقات مع أطفال صغيرين وللسبب ده قتلوا الطفلة عشان ما تبلغش عنه بيروح سيارة ومركز عشان يحققوا في جريمة القتل اللي في الجيم وبيتأكدوا ان كل الجرائم دي فعلا ليها علاقة بعض وبتكون نتائج المعمل ظهرت وبيعرف سيارة انها حبوب للزهايمر بيقابل زوجة الشخص اللي مات وبيتفاجئ انها مش زعلانة خالص على موته ومش مهتمة وبنعرف بعد كده ان الشخص اللي متصور على الفلاشة هو ابن مديرة أعمال كبيرة جدا اسمها ديفانا وان والدته بتحبه ومستعدة تعمل اي حاجة عشان تحميه بيتصل أليكس بالزهوبة سيارة وبيقوله انه هو اللي قتل المجري من دول وبيعرفه شوي التفاصيل وفي الوقت ده بيتتبعه مكان المكالمة وبيعرفه انه واقف بر المبنى على طول ولما بيروح عشان يمسكوه بيكون هرب بيروح مركز لبيت زوجة الضحية مرة تانية وبيعرف منها انه كان شغال لحساب مديرة الأعمال ديفانا بيحاول البوليس يربط الأحداث ببعض وبيتوصل سيارة انه أليكس بيخطط لقاتل راندي ابن مديرة الأعمال بس برضو ما بيكونش عارف ايه جارمته اللي هيقتله عشانها وبيكون اليوم ده في حفلة هيحضرها راندي وبيشك انه أليكس هيقتله في الحفلة دي فبيروحه عشان يستعده ولما بيوصل سيارة بيشوف علبة الدواء اللي كانت في مصرح الجريمة فبيعرف ان أليكس وصل قبلهم ولما بيروح عشان يتطمن على راندي بيلاقيه مقتول وبيكون عارف حقيقته وانه بيستغل ببناته الصغيرة بيخرج بسرعة عشان يطارد أليكس ولما بيشوف عربيته بيروح له لكن أليكس بيهدده بالسلاح وبيبدأ يتكلم معاه بيقول له أليكس انه مش هيقزيه لكن لازم يسيبه يمشي لانهم محتاجينه وفي الوقت ده بيوصل ماركيز وبيكون عاوز يقتل أليكس لكن سيارة بيمنعه بيجي شرطي عشان يتطمن عليه بس لما بيشوف المسدس معاه بيحاول ياخد حذره لكن أليكس بيقتله بيرجع البيت وبيحاول يخرج الرصاصة من جسمه وبيكوي الجرح وتاني يوم بتكون الشرطة عملت بحثها عن أليكس وبيوصلوا لعنوانه فبيروح له مركز وهناك بيلاقي المكان فاضي ومليان طيور بس بيكون أليكس مستخبي في مكان تحت الأرض بيرجع مركز وبيقول لزميله ان البد فاضي وما فيهوش غير حمام فبتتفاجئ زميلته وبتقوله ان الشرطة اللي مات مبارح لقوا جنب وريش لحمام كان في جزمة القاتل فبيعرفوا ان أليكس كان هناك بيروحوا المكان التاني وفعلا بيكتشفوا انه كان موجود لكنه اختفى قبل ما يوصلوا وبيروح أليكس مكان مديرة الأعمال ديفانا وبتكون الشرطة مأمنة المكان بالكامل لأنهم عارفين ان عليها الدور بيقدر أليكس يدخل المكان لحد ما بيوصل ديفانا وبيضرب الزابط اللي بيحميها ولما بيجي يقتلها بيكتشف ان المسدس فيه مشكلة فبيقوم الزابط وبيفقد وعيه وبيقبض عليه بيبدأ يستجوبه لكن أليكس بيرفود يتكلم مع حد غير سيارة فبيضرب الزابط لحد ما بيتنقل المستشفى وهناك بيوصل سيارة عشان يتكلم معاه وبيبدأ يقولهم على كل حاجة وان ديفانا لازم تموت أو يتقبض عليها فبيقوله سيارة انهم محتاجين دليل يزبط تورطها في جرائم ابنها فبيقوله أليكس ان مع دليل على فلاشة لكنه الناس ما كانها لأنه مريض في نفس الوقت بتتكلم ديفانا مع دكتور وبتعرض عليه عشرة مليون دولار مقابل انه يموت أليكس وهو في المستشفى وطبعا بيوافق بعد كده بيروح سيارة لمحامي كبير وبيطلب منه يساعده في انه يقبض على ديفانا وبيقوله انه هيقدر يجيب دليل فبيقوله ان ساعتها هيكسب القضية وهيتقبض عليها بس لازم الدليل وأليكس يكونوا موجودين بيرجع سيارة لأليكس وبيشوف ان حالته بتسوق جدا بسبب مرضه وبيقوله انه لازم يفتكر مكان الفلاشة وإلا مش هيقدروا يقبضوا عليها وبالليل بيروح الدكتور لغرفة أليكس عشان يديله الحقنة اللي هتموته بس أليكس بيكتشف حقيقته وبيجم عليه وبيختره هنا فبتتجمع الشرطة بره المستشفى وبيعرفه سيارة انه طالب يتكلم معاه هو لوحده ولما بيروح له بيخرج أليكسه مع الدكتور وهو مغطي وشه بتشوف الشرطة ان الشخص فيهم لابس بلطه أبيض وبيعرفه ان ده الدكتور وبيطلب منهم القائد انه يقتل الشخص التاني فورا لكن بيتفاجئوا ان أليكس خداعهم وكان هو اللي لابس البلطه بيروح أليكس وبيتكلم مع سيارة وبيقوله ان الشخص ده حاول يقتله وكمان بيقوله على مكان الفلاشة وبعدها بيخرج من العربية فبتضربه الشرطة بالنار وبيموت وبعدها سيارة بيروح لمكان الفلاشة وبيلاقيها وبيقدمها للمحيمة عشان يساعده لكنه بيقوله انه مش هيقدر لأن أليكس مات وبكده مش هيكسب القضية فبيمشي سيارة وهو محبط جدا وبيقرر يستقيل وبعد فترة بتكون ديفانة في بيتها فجأة بيظهر شخصه بيقتلها وبنعرف بعد كده انه ماركوس وبيكتشف سيارة الخبر في التلفزيون وساعتها بس بيكون راضي عن اللي حصل وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة